ومن مدينة القدس ينضم إلينا مراسل ايت ونفر نيوز عروة سيف مرحبا بك عروة إذن تختتم هذه الزيارة أبرز مراحلها وأبرز ما حققت حتى الآن نعم إذن الزيارة اختتمت بعمليا سعي أوروبي وسعي إيطالي إلى كل الملف الغاز وسد الفجوة الروسية الناجمة عن الحرب الأوكرانية وعمليا عندما نسمع الآن صحف وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار ستلتقي غدا بنظيرها المصري لعمليا لبلورة اتفاق لعمليا بث الغاز وإرساله إلى مصر ومن ثم تحويله إلى أوروبا فنحن نتحدث أن الزيارة للمفوضية الأوروبية والرئيس الإيطالي عمليا قد أنجزت ما أتت لأهدافه إضافة إلى كل قضية السعي الأوروبي في ملفات الطاقة الجمع في الشرق الأوسط وبحر الأوسط ورأينا تصريحات عديدة في هذا الملف إضافة إلى قضية الغذاء فحتى الآن إن سمعنا التصريحات التي ذكرت من أوروبا فالتعويل على إسرائيل على الطاقة والغذاء هي جمع على الرغم من أن امتلاك إسرائيل للغاز وعمليا لا يضاهي امتلاك أي من دول الطاقة المعروفة ولكن المحاولات الأوروبية لسد هذه الفجوة من كل طرف وجمب لعمليا اقتراب الشتاء وهذا ما ذكرته صحف إسرائيلية سابقة أن عمليا إسرائيل ستحاول عبر مصر وستحاول عبر طرق عديدة إيصال الغاز إلى أوروبا قبل عمليا إقبال الشتاء من هذا العام إضافة إلى أن كان هناك عمليا كشفات أخرى فأبرز هذه التصريحات رأيناها وسمعناها وكان عمليا حديث رئيس الوزراء نفتالي بنت بثقة ورأينا كيف أبارك كل هذه الزيارات وهذا الطموح الذي حققته هذه الزيارات اليوم محمد نعم يعني تفضلت بالحديث عروى عن مصر وكارينة الهرار وزيرة الطاقة الإيصالية ستكون في مصر يوم غدا صحيح ستلتقي مع طارق الملة وزير الطاقة المصري إضافة إلى أن ستكون وزيرة أوروبية مبعوثة أوروبية حاضرة في هذا الاجتماع سيتم عمليا الأنباء تتحدث عن أن سيتبلور اتفاق أولي لعمليا تسييل الغاز إلى مصر من هناك تحويله إلى أوروبا عن طريق السفن البحرية هذه الخطوة الأولى التي ستقوم بها إسرائيل لعمليا سد الفجوة الروسية هذا الاجتماع كان مرتقب كانت تسريبات في صحف كإسرائيل يوم وكانت في صحيفة دماركر الاقتصادية الإسرائيلية تحدثت قبل فترة أن مع حلول الصيف ومع اقتراب شهر سبعة سيكون هناك توقيع اتفاقية لإسرائيل مع مصر بخصوص الغاز الأوروبي وعندما أتت هذه الزيارات على ما يبدو أن بالفعل كل التسريبات وكل الحديث الاقتصادي والصحفي الذي أشاره لأن إسرائيل في طريقها إلى هناك على ما يبدو أنه في الغد سنشهده محمد نعم عروة سيف مرأس الـ 24 نيوز حدثتها من مدينة القدس شكرا جزيلا لك على هذا الحديث شكرا لك شكرا لك